السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي وصل أحدث جهاز ماك بوك برو من شركة أبل بأحدث معالجاتها الـ M4 في هذا الفيديو بنشوف نظرة بسيطة جدا عبارة عن فتح صندوق للجهاز نشوف المحتويات وبنفس الوقت بنتعلم كيف نبدأ تشغيل جهاز الماك لو أنت اشتريت ماك وحابب تعرف الخطوات اللي في البداية عشان تشغل الجهاز كذلك حنتعرف على أنواع أجهزة الماك بصورة سريعة عشان تعرف تحدد اختيارك عند شراء أو إقبالك على شراء جهاز ماك بل أشيطول عليكم خلونا نبدأ الفيديو مع بعض أجهزة الماك يا شباب عن شركة أبل أنواع كثير جدا ولكن إيش الفروقات بينهم خلينا نتعرف على أول جهاز عندنا من المحمولة عندنا ماكبوك اير وماكبوك برو الماكبوك اير يخدم يعني غالبية الناس ويفيد الكثير من الناس البرو هي للفئة الاحترافية من الناس أصحاب المنتاج وأصحاب الأعمال الثقيلة بقية أجهزة الماك هي تعتبر من الفئة المكتبية وليست المحمولة فعندنا مثلا الماك ميني عندنا الماك ستيديو فالماك ميني للفئة أو لأغلب فئات الناس والماك ستيديو هي للفئة الاحترافية زي الماكبوك اير والماكبوك برو عندنا كذلك جهاز الاي ماك وهو عبارة عن شاشة بداخلها جهاز الماك نفسه أما الماك ستيديو والماك ميني تحتاج أنك تشتري شاشة خارجية سواء من قبل أو غيرها وأخيرا عندنا الماك برو هي للفئة الأكثر احترافية للشركات وأصحاب الإنتاجات وإلى آخره إلا هو تقدر تعدل فيه وتغير قطع الغيار وإلى آخره خلاصة الكلام لو أنت نفسك تشتري ماك وتحب ماك محمول فرشح لك الماكبوك اير حابب تزود فلوس شوية وتاخد شيء احترافي أكثر ويكون فيه منافذ أكثر فهتتوجه للماكبوك برو طيب أنت من الناس اللي تحب تشتغل على المكتب وما تحب الكمبيوتر المحمول أو ما يفيدك كثير هنا حيكون عندك خيارين يا الماك ميني يا إما الماك ستيديو فلو أنت شخص عادي تاخذ الميني لو أنت شخص أكثر احترافية وشغلك يحتاج أكثر احترافية تاخذ ماك ستيديو وهنا حتطلب شراء شاشة لو أنت تريح راسك وتحب الشغل المكتبي حتاخذ الأي ماك جهز ضريف بس عايبو أن شاشته أصلحت صغيرة 24 بوصة لكن الماك ستيديو أو الماك ميني ميزته أنك تقدر تركب على أي شاشة بأي مقاس طيب هذه كانت مقدمة بسيطة عن أنواع الماك لعلها تفيدك في الاختيار أو قرار الشراء خلينا الآن نشوف محتويات الصندوق اللي معانا اليوم وبعدها نشغل الماك من البداية وبعدها بإذن الله في فيديو آخر حنقول لكم تجربتي على هذا الجهاز طيب يا شباب نبدأ مع بعضهم نقول بسم الله هذه هي علبة أحدث أجهزة الماك بوك برو من شركة أبل بأحدث معالجاتها الـ M4 طبعا أبل أعلنت عن ثلاثة معالجات جديدة M4, M4 Pro, M4 Max فخلينا نشوف المحتويات طبعا أنا سوأت فتح صندوق على فيديو قصير ولكن نعيدها في هذا الفيديو عندنا دليل التعليمات والبدأ السريع عندنا كابل الشحن كوماشي يجيك تايب سي مع الماك سيف بالإضافة إلى فيش الشحن الثلاثي على حسب الدولة وفيش الشحن بالنهاية بقدرة شحن 70 واط وهذا هو جهاز الماك بوك برو باللون الأسود خلينا نتعرف على المنافذ يجينا من الجهة اليمين منفذ HDMI منفذ USB تايب سي بالإضافة إلى منفذ الممركات فلو أنت بصوره ولا شيء حيفيدك بدون أي قطع خارجية وعندنا من الجهة اليسار الشحن اللي هو الماك سيف منفذين تايب سي تندر بولت طبعا وتدعم الشحن يعني تقدر تشحن من خلالها الجهاز وتستغنى على الماك سيف بالإضافة إلى منفذ السماعات والمايك الثلاثة ونص طبعا الجهاز يجيب ذاكرة عشوية 16 جيجا رام وتبدأ المساحات فيه من 512 جيجا بايت ومساحة التخزين 512 جيجا بايت وتوصل إلى أعلى وكلها تفريق بالسعر كما ذكرت في بداية الفيديو حنجرب مع بعض كيفية تشغيل الجهاز لأول مرة ونشوف الإعدادات ومن ثم إن شاء الله في فيديو آخر حتسوم راجع للجهاز بالكامل أول ما بتفتح الجهاز لأول مرة بهذا الشكل بيشتغل معك طبعا مميزات هذا المعالج اللي عليه إنه جميع فئات المعالج الجديد تدعم الذكاء الاصطناعي من أبل أبل انتليجنس بيجيك كأنك بتشغل آيفون أو آيباد تختار اللغة فمثلا هنا محطوط على العربية محطوط على العربية بعدها بيقول لك اختار الدولة محطوط على المملكة العربية السعودية أيضا بسول متابعة الآن تسهيلات الاستخدام دعوة أنت حابب تسوي عداداتها أو بعد التشغيل أو بقوله ليس الآن الآن بيقولك اختار شبكة الواي فاي وبعدها نسوي متابعة والآن وصلني تحديث فأقدر أقول له التحديث لاحقا وأقدر أقول له تحديث الآن و войسوه متابعة لكن أنا بسويه لاحقا بعد التشغيل الآن برضو بقوله متابعة هنا بيقول لك الشروط الأحكام لو عندك جهاز مكبوك آخر أو مكبوك إير او اي جهاز ماك تقدر تنقل جميع بياناتك لو عندك جهاز ويندوز ايضا تقدر تنقل الحسابات واشياء اخرى انا بقول له ليس الان بشغل الكمبيوتر جديد تماما الان بيطلبني ادخال الحساب قبل اللي هو الاي كلاود فبدخل البريد وكلمة المرور الان جاني الشروط والاحكام بسوي موافقة والان بيقول لي ضع كلمة مرور للجهاز وايضا تقدر تسوي تسمية لاسم الحساب وبعدها بسوي متابعة اعداد الحساب بياخد شوية وقت الخاص بالاي كلاود فانت بتنتظر لحد من جين الخطوة اللي بعدها الان سلسلة مفاتيح الاي كلاود ايضا بسوي له متابعة هذه كل الخيارات متوفرة عندك في الايفون وفي الايباد وفي جميع اجهزة ابل عموما والان ايضا بسوي متابعة والان ايضا بسوي متابعة الان بيجيني خطوة اللي هو بصمة الاصبع زر التشغيل هو نفسه في بصمة الاصبع فبسوي متابعة وببدأ اعرف اصبعي على البصمة زي اي جهاز يحمل بصمة نفس طريقة التعريف حط اصبعك بكافة الاتجاهات حتى يتعرف عليه وبعد انسوا تابع الان خطوة بطاقات الابل بي لانه بكل تأكيد الجهاز زي بقيت اجهزة ابل يدعم الدفع عن طريق ابل بي فاقول له ايضا اضافة البطاقة لاحقا او اي بطاقة انت ضايفها ولو حابب تفعلها من الان على راحتك الان مرحبا بك في ماك من اجمل مميزات اجهزة الماكبوك اير او الماكبوك برو بكل تأكيد هي البطارية حتتفاجأ لو انت متعود على اجهزة الويندوز حتتفاجأ ببطارية عملاقة حرفيا بطارية يعني لو شغلك خفيف حتنسى بنت اخر مرة شحنت الجهاز ولو شغلك ثقيل ممكن يكفيك بالراحة اقل من يوم او خلينا نقول نهار كامل فالبطارية فعلا واحدة من اهم مميزات اجهزة الماكبوك الان خلاص اشتغل معاك الجهاز كافة تطبيقاتك لو انت مشغلت صور على الايكلاود لو دخلت ايكونة الصور حتحصل صورك جهات الاتصال جميع الملاحظات برامج قبل المجانية المنافسة لمايكروسوفت اوفيس زي البيج الصفحات والارقام والكي نوت والان لو حابين نحدث الجهاز بنتوجه الى الاعدادات اعدادات النظام او من ايكونة الاعدادات هنا وبعدها بندخل عام زي الايفون بالضبط تحديث البرامج والان بيظهر معانا تحديث الماكو اس سيكويا 15.1 نسوي تحديث الان بنوافق شروط على الشروط والاحكام بعدها بيطلبني كلمة المروح للجهاز وبعدها بيبدأ طلب عملية التحديث وبيحدث الجهاز وبين ثم يعيد التشغيل عندك بكل تأكيد الابستور تبدأ تحملها من عناية الالعاب والتطبيقات واشياء جدا كثير باذن الله هنتعرف عليها في فيديوهات قادمة بعد تجربة الجهاز الكاملة زي ما شفنا مع بعض يا شباب ان شاء الله أكون أفدتكم اللي بمعلومة بسيطة يعطيكم الف عافية لا تنسونا بلايك وسبسكراي في القناة وانا تكتب لي في صندوق التعليقات ايش حابب تعرف عن هذا الجهاز عشان بإذن الله في تجربته نعطيكم التجربة الكاملة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر